طبعا للمزيد من تفاصيل والمعطيات حول هذا الموضوع ينضم إلينا أنور أبو الوليد مراسل أورينت نيوز من عفرين بحلب مباشرة مساء الخير أنور طبعا معطيات وأنباء عديدة تتحدث عن محاولة تغيير ديمغرافي في مدينة حمص نبدأ معك من احتلال الميليشيات لبنوت بيوت المدنيين في حمص وصدعنا في أكثر تفاصيل عن هذه المعلومة نعم هاجر بالفعل مسلسل التغيير الديمغرافي الذي تتعرض له مناطق عديدة في سوريا وفي مقدمتها مدينة حمص وريفها بالتحديد يعني لم تبدأ فصوله منذ الآن فصوله مستمرا منذ أواء العوام أو مطلع الثورة السورية حيث قامت ميليشيات النظام بالسيطرة على عدة أحياء داخل مدينة حمص نتحدث هنا عن أكثر من عشرة أحياء في مدينة حمص يمنع منعا باتا عودة أي من أهلها أو سكانها الأصليين إليها طبعا أحياء عديدة سيطرت عليها ميليشي النظام في وقت مبكر يعني مطلع عام 2012 كانت ميليشي النظام تسيطر على عدة أحياء في مدينة حمص كانت ثائرة ومركز ومراكز أساسية للحراكة الثوري السلمي في حينها من بين أحياء ديرب علبة والبياضة والقصور والخالدية والقرابيس وغيرها من الأحياء أحياء حمص القديمة أيضا وغيرها من الأحياء التي يمنع إلى الآن عودة معظم سكانها وهي يعني تعتبر الآن أحياء شبه خالية من سكانها وخالية تماما من سكانها الأصليين هناك تواجد داخل هذه الأحياء لعدد من ميليشيات التي كانت تقاتل إلى جانب النظام الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية وغيرها سيطرت على عدد من البيوت ولكن يمنع كما ذكرت إطلاقا عودة أي من السكان الأصليين إليها أيضا هناك حتى من تهجر مؤخرا من مدينة حمص وريفها هناك وضع يد على بيوت المدنيين المتواجدين في المدينة وحتى في الريف الحمص الذي تهجر مؤخرا هناك تقوم ميليشي النظام بوضع إشارات وعلامات تمنع عودة أي من المطلوبين لميليشي النظام للعودة إلى هذه البيوت وحتى منع أقاربهم من الاستفادة من هذه البيوت وبالتالي هي عملية تغيير ديمغرافي ممنهج تتعرض له محافظة حمص منذ أول سنوات الثورة ولا تزال مدينة حمص وريفها تتعرض لهذه العملية المدروسة والممنهجة والتي تقوم بها ميليشي النظام بشكل ملاحظ ومركز أيضا الأرياف الحمصية وخصوصا تلك القريبة من الحدود اللبنانية هناك مناء الطبيعي بأن تكون الميليشيات اللبنانية وعلى رأسها ميليشيات حزب الله أولى وأكثر الميليشيات التي تسيطر على تلك المناطق والتي أيضا تمنع عودة الأهالي إلى بيوتهم هناك شكرا لك أنور أبو الوليد مرسل أورينت نيوز مباشرة من عفرين كنت معي